اشتركوا في القناة وفي نفس الوقت الحلقة دي تعتبر من الأسس الخاصة بإيمان الإنسان وعقيدة الإنسان احنا عارفين ركن الإسلام الأول شهادة أن لا إله إلا الله ودون هذه الشهادة ما فيش لا إسلام ولا إيمان ولا أي حاجة لكن لا يعلم الناس بشكل عميق ما معنى لا إله إلا الله بل لا يعلم الناس أصلا من هو الله ولذلك الفيديو ده يعتبر يعني أنا مش بعرفك هنا على نفسك أو بعرفك على المكان اللي انت عايش فيه أو بعرفك على طبيعة الدنيا اللي انت خلقت فيها انت في الفيديو ده بتتعرف على يعني ما هو أكبر من كل ذلك بتتعرف على الله عز وجل ولذلك في مدخل الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى وأنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في الحلقة دي وفي الدقائق الجاية وفي الفقرات بالترتيب بتاعها في مدخل كلامنا عن الله عز وجل لازم نبدأ بمعلومة بديهية جدا ومهمة جدا عن معرفة الجنس البشري بوجود خالق لا يخفى عليكم عليكم ان الموضوع الشغل الشاغل لدى البشر من بدايتهم إلى نهايتهم ان فيه إله للكون والإله ده مرتب الدنيا بطريقة معينة وعمل عدد تنازول للدنيا ومشيها بطريقة محدش بيقدر يكسر تلك الطريقة موضوع وجود الخالق عز وجل ده مسألة أصيلة في المخلوقات كأنها جبلة أو حاجة قهرية جوه الكائن لا يستطيع أن يتملص منها أو ينفصل عنها أو ينكرها أو يجحدها حتى الناس التي تنكر وجود الله سبحانه وتعالى هي ما بتبقاش موقنة تماما من المسألة دي ما بتبقاش موقنة بإنكارها التام لا يمكن إنكار الله عز وجل ولا الكفر به بشكل مطلق لأن الله عز وجل يعني أفعاله وأسماءه وإرادته ومشئته نافذة وقهرية حتى عند من يكفرون به في بداية كلامنا عن ربنا عز وجل لازم نعرف الفرق ما بين إدركنا عنه وما بينه هو ودي معلومة مش هقدر أدخل للتفاصيل الجاية إلا لما عدي عليها الأول دي العتبة الأولى العتبة الأولى في معرفتنا بالله المسألة الخطيرة دي والمهمة جدا دي من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم وبني آدم ولا يوجد صوت في جهاز النطق اللي بيطلع مننا قادر على وصف أو على التعبير عن عن الله فأصبح هناك صوت صغير ولكنه كبير جدا في الإشارة يعني صوت واحد هو الصوت الوحيد اللي بيه بيشار إلى الله وهو صوت الهاء احنا عارفين ان الهاء تحس انه تحس ان صوت الهاء اللي بيحصل منه التنهيدة صوت الهاء اللي بيطلع منه كلمة آه سواء طلع في وقت متعة أو طلع في وقت ألم صوت الهاء اللي بيطلع لما انت بتكون في موقف حرك جدا وتتنفس السعاداء فتنجو بجلدك فبيطلع منك صوت الهاء صوت الهاء الموجود داخل كل عملية شاهيق لما انت بتشهق لما انت بتعمل شاهيق فانت بتعمل صوت الهاء ولما انت بتعمل زفير فانت بتعمل صوت الهاء صوت الهاء هو الصوت المركزي لجهاز النطء الإنساني وللإنسان ككل وللأنشطة الإنسانية في العمق فأصبح صوت الهاء هاء هو الصوت الوحيد الذي يمكن أن يصدره يصدر الإنسان ليعبر عن الله فبقى هو أو هاء هو ومن هنا أول دين رسمي في الأرض وأول كتاب منزل بالتفاصيل كان على النبي موسى عليه الصلاة والسلام ماذا كان اسم إله بني إسرائيل اللي هو الله سبحانه وتعالى كان اسمه يهوى يهوى يعني أصلها إيه هو فأصبح في عرف الناس وفي عرف البشر الكلمة الوحيدة اللي بتوصف ربنا هو 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 بس اللي هو إيه حرف الهاء اللي بيعبر عن تفريغ جميع الأشياء من معانيها لتصل إلى طرف واحد هو هو ولم يخرج من جهاز النطر ولا من أصوات الإنسان صوت يعادل إلهاء فقابل الله سبحانه وتعالى ووافق الله سبحانه وتعالى على أن يكون هذا الصوت هو الصوت الرسمي المعبر عنه وبالتالي جاء حرف اللام وجاء صوت اللام ليعبر عن الملكية وليعبر عن اسم ألف التعريف لتجد في النهاية حرف الإشارة إلى الله اللي هو هو لما تزود عليها لام يعني له ولما تزود عليها لام في الأول كمان تبقى لله ولما تزود عليها ألف تبقى الله فأصل كلمة الله لفظ إله حتى كلمة إله وكلمة إله دي من الكلمات المحورية والمفصلية في عالم الخلق وكانوا بيبحثوا عن آلهة وبيعبدوا آلهة وبيدوروا على الإله فالبحث عن الإله هو بحث أصيل في الفطر الإنساني حتى في حد ذاتها كلمة إله هي مكونة من مقطعين مكونة من إله إله يعني أنت بتتحرك إله أحد إله زائد الهاء الهاء اللي احنا كلمنا عليه إله 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 طب ماذا تعني الهاء؟ الهاء كما هو واضح في الصوت يعبر عن تفريغ الأشياء من محتواها وحركتها الجبرية إلى إلى شيء ما أو إلى يعني اتجاه ما تحس أن جميع المخلوقات جميع النباتات بتيبس بتموت جميع البشر بيكبرهم بيشيخهم بيموتهم جميع دورة الحياة تحس أن هي بتنشأ لكي تتفرغ من محتواها يعني إيه تتفرغ من محتواها؟ يعني حرف الهاء حرف الهاء تقدر بقى تقول أنه الحرف الوحيد من بين جميع الأصوات والحروف التي تصدر عن البشر الذي يعبر عن أو يشير إلى الله طيب ولذلك تلاقي القرآن كل شوية يقول لك إيه؟ هو الله هو اللي هو أنت الأول تفهم هو لأنك كل شوية بتسأل عليه فبنقول هو الله الوحيد الذي تفرغ الأشياء إليه عرف تفرغ الأشياء إليه دي؟ ليه شبه إيه في القرآن؟ إليه يرجع الأمر كله وإلى الله ترجع الأمور ترجع الأمور دي يعني كل الأشياء بتتفرغ وبتتحرك يعني غصب عنها بشكل جبري بتتحرك إلى طرف ما هذا الطرف بقى للأشياء بتتحرك إليه فحرف الهاء هو اللي بيعبر عن حركتها إليه ومن هنا بقى هو ده الإله إله هاء إله وبالتالي هو الله عز وجل إذن تحمل أو يحمل لفظ الجلالة الله كل معاني السلطة والقهر والجبروت والسيطرة المطلقة والتمة على جميع الأشياء التي نتصورها والتي لا نتصورها كلمة الله بتحمل في داخلها معنى الألوهية والألوهية أكبر مما نتصور لأن في عندنا ثلاث مستويات في معرفة الله عز وجل مستوى اسمه الألوهية وده اللي احنا بدأنا به بعدين المستوى الأخير اسمه الربوبية وده اللي الناس في الدين وفي المحتوى الديني وفي العقدة الإسلامية بيقولوا أن هناك توحيد للألوهية وتوحيد للربوبية ولكن في مستوى في الوسط بينقلك من الألوهية إلى الربوبية لأن في الآخر الألوهية أكبر من استعابنا الله عز وجل والألوهية أكبر بكتير من استعاب يعني إحنا آخرنا الإشارة هو هو الله ما نقدرش نفهم أكتر من كده فالألوهية أكبر من استعاب الكائنات فبيجي بعد الألوهية مستوى آخر هذا المستوى اللي لم يتم طرحه في التاريخ الإسلامي في العقيدة الإسلامية رغم أنه مركز العقيدة الإسلامية مركز الإيمان بالله هتكلم عنه الوقتي هذا المستوى التاني بيوصلك إلى المستوى الثالث وهو مستوى الربوبية فلن تستطيع أن تتحرك من الألوهية إلى أن تصل إلى الربوبية إلا بالمستوى الثاني وهنا بقى نقول أن جميع المخلوقات مقرة في عمق أعمقها بالألوهية حتى ولو كفرت بالربوبية فالله سبحانه وتعالى هو الإله ولا إله إلا الله شئت أم أبيت؟ شئت أم أبيت؟ شئنا أم أبينا؟ عجبنا ولا ما عجبناش؟ لا إله إلا الله مستوى الألوهية ده مستوى من السلطة والفخامة والرهبة والهيبة لا نستطيع إدراكه أو تخيله هنا بس إيه بنفهم عنه لكن ما يمكننا إدراكه وتصوره بل والاستفادة به حاجة اسمها الربوبية ولكن الربوبية دي بقى لها قصة هديك الوقت من سال صغير قبل ما أتكلم عن الموضوع ده علشان يعني أمثلك الموضوع بشكل بسيط بيقولهم أن الإنسان لا يستعمل من مخه من إمكانيات مخه وخلايا العصبية إلا واحد في المية كل الإمكانيات اللي بتطلع في العالم دي من مواهب وقدرات وإمكانيات هي تمثل أقل من واحد في المية من قدرة المخ وبالتالي أنت مفرط أو سايب أو مهمل تسعة وتسعين في المية من إمكانيات الموضوع ده كلام بالناس بتوع الغرب دي معلومة كده على جنب أنا عايز بس استورد منها الفكرة تخيل بقى ولله المثل الأعلى أن هناك الله حيث القدرات الهائلة حيث العلم اللي ما نقدرش نتخيله حيث الوسع حيث ما لا يمكن لنا إدراك الله وإحنا ما بنستعملش ما بنستفتش ما بنطلبش إلا نسبة بسيطة جدا 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 من قدرات الإله عز وجل طب استعمالك أو استفدتك من تلك السلطة الهائلة ده بقى اسمه الربوبية إن ربك أن هذا الله رب فربنا سبحانه وتعالى الله يعني إمكانيات وقدرات وعلم وإحاطة وسلطة وعزة وجلال أكبر مما نستطيع أن نتخيل لا بعقولنا ولا بكلمتنا أنها توصف طيب أنت بقى بتستفيد إيه بتلك القدرات المطلقة والهائلة ده بقى اسمه الربوبية إنك أنت بتعبد هذا الإله فيبقى هو في الحالة دي اسمه ربك أو ربكم ولكن هنا لا يصل الإنسان إلى موضوع الربوبية إلا بقنطرة وسطة هذه القنطرة أنا بقول بفضل الله عز وجل أنها ظلت غائبة في العقيدة الدينية الإسلامية طوال تلك القرون ولأننا في آخر الزمان فلازم كل حاجة باني الله عز وجل قلنا اللفظ لفظ الجلالة الله بما يحمله من معاني مطلقة وهائلة أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هناك لفظ آخر أو كلمة أخرى يمكن لنا فهمها تلك الكلمة تعادل كلمة الله وهي كلمة الرحمن ولم تأخذ تلك الكلمة حظ من الشرح والكتابة والتوضيح والتفسير في الدين الإسلامي ومع ذلك ربنا أنزل لها صورة صورة الرحمن تخيل بقى أن الله عز وجل لكي تعبده كرب فيصبح الله ربك في بقى حلقة في الوسط بتضيع من البشر اسمها حلقة الرحمن فتقدر تقول أنها الرحمن أو لفظ الرحمن هو المرحلة الوسطى اللي بتنتقل فيها من مستوى الألوهية إلى مستوى الربوبية لو ما عدتش على مرحلة الرحمن لن تعبد الله كرب ليك رغم كل القدرات الهائلة التي لدى الله عز وجل من هنا بقى تيجي آيات قرآنية توضح لنا أن هناك نوعان من الإيمان إيمان بالله وده غصب عنك موجود في عمق أعماق إيمان بإيه بالله بالسلطة القهرية المطلقة النافذة الإيمان بالله والنوع الآخر من الإيمان اسمه الإيمان بالرحمن وهذا هو الإيمان الفيصلي أو المفصلي في نجاتك واستفادتك بالإله يعني أنت عارف من أعماقك أن هناك الله طيب هل أنت بقى بتستفيد بيه هل أنت بتعبده هل أنت بتاخد منه هل أنت بتاخد منه عطاءات ده بقى بيتوقف مش على إيمانك بالله لأنك مؤمن غصبا عنك غصبا عنك بالله الفكرة بقى هل الله سبحانه وتعالى أنت تعرفه بإسم الرحمن ولا لا ولذلك هنا غالبية البشر يؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرحمن يؤمنون بإيه ويكفرون بإيه معين الله والرحمن أصلا غالبية البشر يؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرحمن وورد في القرآن الكريم هذا النوع من الكفر اسمه الكفر بالرحمن طبعا للإشارة ربنا قال إيه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنة من هذه الآية يظهر لنا جليا أن الإسم الوحيد الذي يمكن لنا التعامل معاه والتفاعل معاه اسم الرحمن وهو الوحيد الذي يناظر اسم الله عز وجل نشوف كده الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن مرحلة الرحمن وكيف يعني يتوقف إيمانك ونجاتك واستفدتك وعبتك على هذا الأمر قد بالك أنا الوقت بتحرك معاك من حاجة ضخمة جدا جدا اسمها الألوهية لحاجة خاصة جدا اسمها الربوبية ولكنها لا يمكن أن تحدث إلا بمرحلة في الوسط في الوسط اسمها الرحمنية اللي جاية من اسم الله الرحمن نسمع كده عدة آيات لترى أن إن لم يكن لديك إيمان بالرحمن يبقى لن تكون عندك الموضوع الربوبية واخده من ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي أنت لا تعتبر الله ربك ممكن يبقى عندك أرباب تانية يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الفكرة بقى أن الله سبحانه وتعالى لدى فئة من العباد هو الرب ولكن هناك فئة أخرى من العباد من الناس لديها أرباب أخرى غير الله نسمع كده الآيات ربنا بيقول وإن ربكم الرحمن يبقى الربوبية أنت هتوصلها منين هتقول لي يعني إيه الربوبية هقولك الربوبية دي اللي هي كلمة رب طب بيجي منها رب الأسرة بيجي منها اذهب إلى ربك فاسأله ما باله النسوة رب يعني إيه يعني اللي بيعطيك اللي بيهديك اللي بيتبعك اللي بيحميك اللي بيرقبك اللي بيقومك اللي عمل لك حساب عمل لك اعتبار ده ربك فأنت ما تقدرش تعيش من غير ما يكون لك رب رب هو اللي بيربط لك كل الأمور هو اللي بترجع له هو السند بتاعك هو لا يوجد أحد في العالم إلا ملو رب وسيد اسمه اسمها ايه الربوبية ولكن هل الرب هنا هل ربك هنا هو الله ولا لأ ده بقى بيتوقف على ايه على الرحمن ربنا بيقول وإن ربكم الرحمن طيب يبقى ده معنى لو مرحلة الرحمن مش موجودة يبقى أنت خسرت موضوع الايه الربوبية وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري آية تانية قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون برضو الرب هنا مرتبط بايه بالرحمن طيب ربنا بيقول قل من يكلأكم بالليل والنهار احنا بنتكلم هنا عن الرزق من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون يبقى هنا تعرف أن الربوبية معلقة بإسم الله الرحمن فإن لم تؤمن بالرحمن خسرت الربوبية مع إن عندك إله مش عندك يعني مع إن هناك إله يعني سلطات هائلة ولكن لم تجعل هذا الإله ربا لك بسبب المرحلة الوسطة اللي اسمها الرحمن ربنا بيقول الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرة عارف لو أنت منتش عارف الرحمن يبقى أنت منتش عارف حاجة يبقى أنت منتش مؤمن الإيمان اللي يجعل هذا الرحمن رب ليك بتعتبر ربك وبالتالي لن تستفيد بالأسماء الحسنة وبتلك الصلاحيات والسلطات الهائلة لدى المولى عز وجل ربنا بيقول وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين مع أني لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لو سألت البشرية كلها من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله طب من أنتوا عارفين أهو بس المشكلة عندهم مش في كلمة الله لأن كلمة الله غزبا عنه المشكلة عندهم أنهم مش شايفين الله هو الرحمن يعني إيه الرحمن هنفهم الوقت ربنا بيقول قل هو الرحمن عاملة كده زي إيه هو الله ربنا بيقول قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكل تلاحظ مدى حضور وسيطرت ويعني ترابط هذه الكلمة بالإيمان وبالربوبية قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكل ربنا برضو بيقول رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وفي آية تانية وإذا قيل لهم ازجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أتزجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تعرف ده معنا إيه أنه لا يعلم أحد من البشر بوجود الرحمن عز وجل هم كلهم عارفين إيه الله لكن ما حدش عارف الرحمن أهو وإذا قيل لهم ازجدوا للرحمن فرد في علوم ايه قالوا وما الرحمن لو قلتلهم ازجدوا لله فهم عارفين الله ولإنسلتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله لكن لما تيجي تقول لهم ازجدوا للرحمن يقول لك وما الرحمن أنا ازجد لما تأمرنا وزادهم نفورا يبقى مشكلة البشر مع مين مش مع الله حدش يقدر يبقى عنده مشكلة مع الله وشكلة البشر مع الله الرحمن وفي آية تانية ربنا بيقول إيه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن 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 وعلى العرش استوى وفيه صورة اسمها الرحمن هنا بقى تعلم أخي المستمع أن إيمانك وإسلامك وعبادتك ودنيتك ودينك وأخرتك معلق عند اسم الله الرحمن أنت تعرف أن من جو قلبك هناك الله وفي نفس الوقت لا تستطيع عبادته كرب ما لم تنجح في المرور بمرحلة الإيمان بالرحمن وده إلا هنتكلم عليه الوقت الوقت كده هوضح لك ما معنى الرحمن وبعد كده ننتقل إلى موضوع الربوبية لأن هي دي العقيدة أنت عارف أنا بكلمك الآن في الصراط المستقيم أنا بكلمك في حبل الله واعتصموا بحبل الله حبل الله والصراط المستقيم وعمود وعماد الدين وعمق ما أتى به جميع الرسل ثلاث كلمات والله لو تفهم مدى هيبت وجلال الكلام اللي بأولهولك هتزجد للرحمن عمق الدين عمق الوحي عمق الرسلات السماوية ثلاث كلمات الله ثم الرحمن ثم الرب أنا أصدرت كتاب من عدة سنوات هو يعتبر أهم كتاب من كتبي هو وكتاب القانون الأعظم اسمه أعظم مئة كلمة بالقرآن أول كلمة كان لها فصل كامل اسمها كلمة الله وتاني كلمة ليه فصل تاني تاني فصل الرحمن وتالت كلمة كلمة الرب الثلاث كلمات دول هم كل حاجة كل حاجة الثلاث كلمات دول الإحساس بتاعهم المشاعر بتاعتهم كل حاجة لما بتقول كلمة الله ألا بذكر الله فانت هنا بتطمن فانت هنا بتحس بإنك ساند على ركن بإنك في منتهى الأمان في منتهى العزة لما بتفكر في كلمة الله غير تماماً لما تفكر في كلمة الرحمن فانت هنا بتفكر في كل التفاصيل لأن الرحمن عز وجل اسم الله الرحمن عز وجل هو اللي عمل كل التفاصيل يعني مثلاً انت عندك عندك تكييف في سيارتك انت عندك تكييف في السيارة بتاعتك مين المسؤول عن التكييف ده؟ الرحمن انت عندك سيارة أصلاً مين اللي عمل لك دي؟ الرحمن الرحمن جاي من كلمة رحمة أو خرج من هذا الاسم كلمة رحمة ورحمة طب ما معنى رحمة ورحمة والله برضو من الحاجات اللي يعني انزعل أن الناس في الدين الإسلامي بتظن أن رحمة والرحمن معنى العطوف تخيل أن تاني أعظم كلمة في الوجود الناس ما فكر بتفسرها غلط هل الرحمن الرحيم معنى العطوف؟ طب إيه رأك في الآية اللي بتقول سيدنا إبراهيم بيقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فالرحمن هو اللي عمل جهنم وهو اللي يعذب الناس في جهنم فكيف يصبح معنى الرحمن العطوف؟ الرحمة ليست العطف الرحمة هي الربطة هي الكونيكشنز الروابط الشبكة نتورك كل حاجة مرتبطة بالتانية دي لو حصل فيها كذا هترتبط بعشرين حاجة فتؤدي إلى عشرين نتيجة والعشرين نتيجة مرتبطين هذا المعنى بتاع الروابط هو ده معنى اسم الله الرحمن وليس معنى الرحمن أبداً الرأى العطف والحنية والحب والمسألة دي لا وبالتالي انت الوقت عندك زوجة على علاقة بمرأة اسمها الزوجة مين اللي عمل الربطة دي؟ الرحمن طيب من تلك الزوجة جبت أبناء روابط جديدة طلعت مين اللي عمل الروابط دي؟ الرحمن طيب عيالك دول واخدين منك صفات واخدين من أهلك صفات واخدين من أهل أمهم صفات الروابط دي جاي منين؟ من اسم الله الرحمن أصلاً أن يبقى فيه رحم عند المرأة هذا الرحم من أين أخذ اسمه؟ الرحم جاي من اسم الله الرحمن طيب الناس بتبقى عايزة تاكل فبينزل مطر من السماء يسئل أرض يطلع حاجات بتلاقي الأرض فاها حشرات وفاها ديدان بتتغزى بتحل المواد عضوية الروابط دي كلها والتفاصيل دي كلها مين اللي عملها؟ الرحمن مشكلة بقى البشر أنهم لا يؤمنون بالله الرحمن اللي متحكم في كافة التفاصيل والروابط فلما الإنسان بيجي يعمل معصية أو ذنب ما بيبقاش رابط أن هذا الزنب هيأثر على منظومة روابط كتير في الشبكة الكونية لأن هنا هو مش مؤمن بأن الله عز وجل رحمن يعني الدنيا كلها مرتبطة ببعضها عند الرحمن عز وجل فلما ربنا سبحانه وتعالى عمل أخرى الأخرى من أكبر تجليات ونتائج اسم الله الرحمن أنه عمل لك ربطة أنه عمل لك نتيجة أنه عمل لك يوم للحساب والتجميع الروابط والرؤية الحقيقة والرؤية اليقين وجود الآخرة هو أكبر نتيجة من نتائج اسم الله الرحمن ولذلك من يكفرون بالرحمن أتلقون بالضرورة بيكفروا بالدار الآخرة بالآخرة ومن يؤمنون بالآخرة يبقى هم أمنوا بكل الروابط اللي ربنا عملها فيبقى هم أمنوا بالرحمن ربنا بقول إيه كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه فمن رحمة ربنا أنه عمل روابط أنه أنشأ لنا حاجة اسمها يوم القيامة لأن يوم القيامة من أكبر تجليات اسم الرحمن إذن مشكلة البشر في معرفتهم للرحمن أنت عارف أنا بعمل معك إيه الوقت إنت عارف إيه اللي أنا بعمله الوقت إحنا بنصطى بالعقيدة الروحانية الإسلامية بعلم الأسماء اللي هو وعلم آدم الأسماء أنا الوقت بنشط الذاكرة بتاعت آدم اللي جواك أنا ما بقولكش الوقت في العقيدة الإسلامية قال فلان وقال علان أنا بقولك وعلم آدم الأسماء فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تلك الكلمات العظمى للوجود هي الله الرحمن الرب طيب تعالي بقى الوقت نعبر سريعا إلى النص إلى الربوبية طبعا عمرك ما توصل للربوبية من غير ما تعدي على الرحمنية اسم الله الرحمن وتعالى شوف أن جميع التفاعلات أو التعاملات أو الفعل ورد الفعل اللي بيننا وبين الله بيبقى هنا كله في نطاق اسمه الربوبية يعني ربنا ادك رزق الله سبحانه وتعالى ادك رزق العطاءه ليك في الرزق ده تحت مسمى ربوبية اسمع كده الآيات وشوف أن كلما اتسعت دائرة الربوبية كلما استفدت أكتر بالله عز وجل أول آية فتلقى آدم من الله كلمات ولا من ربه لأنك لما تتعامل مع الله هنا بقى انت بتنتقل من القلوب بتستفيد بالألوهية عن طريق الربوبية استفدتك بالألوهية بكل القدرات الهائلة المطلقة لدى الله ده اسمه اللي استفادة بقى اللي بتحصل دي اسمها الربوبية هنا أصبح لديك رب فهنا بقى ربنا بقول ايه عن آدم فتلقى آدم من الله كلمات ولا من ربه رب كلمات فتاب عليه التفاعل ده هو ده بقى الربوبية آية تانية يا أيها الناس اعبدوا ربكم ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون آية تالتة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة يعني ربنا يسميك اسمه معين ربنا يخلقك من أب وأم معينين هنا كل دي من أفعال من أفعال الربوبية بسبب بسبب أنه الرحمن فعملك روابط تلك الروابط الحصرية هي دي بقى اللي هتعيش فيها وتتفاعل فيها مع ربوبية الله عز وجل معك آية تانية إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين حتى جميع الأدعية جميع الأدعية ما معنى الدعاء يعني التفاعل مع إيه مع الله التعامل والتفاعل والاستجابة لله التصديق في قدرات وأسماء الله الدعاء لما بتدعي ربنا تعالى بقى كده جميع الأدعية لما الإنسان بيدعي ربنا بيقول إيه ربي بيستعمل إيه الربوبية يبقى دي معناها طبعا لسه فيه آيات كتيرة أكملها كمان ربنا بيقول إيه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم لما أنت بتبقى عايز رزق وفير أنت بتبقى عايز الرزق ده بقى من مين من الرب بيبقى كل ده في نطاق اسم الربوبية ربنا بيقول وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ كل دي بقى ربوبية ربنا بيقول ذلك تخفيف من ربكم إن ربنا يخفف عليك يديك نعمة تخفف عليك ده بقى عبارة عن دائرة ضخمة اسمها دائرة الربوبية تخفيف من ربكم ورحمة ربنا برضو بيقول قال أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهُ يعني أنت كده كده راجع لمين لربك سبحانه وتعالى الربوبية وفي آية تانية لقد رأى من آيات ربه لأن ده تفاعل ما بين العبد والإله عز وجل إذ ناداه ربه مش إذ ناداه الله إذ ناداه ربه دي الدائرة التالتة اللي تخصنا يعني اللي يخصنا إيه الربوبية لأن دي اللي احنا نقدر نتعامل مع الله سبحانه وتعالى فيها ونقدر ناخد نقدر ناخد وندي نقدر ناخد منه عطاء ونقدر ندي فيه دعاء وتسبيح واستغفار ففيه مساحة الأخذ والعطاء والأخذ والرد دي اسمها مساحة الربوبية ولكن المساحة دي صغيرة جدا عند ناس وكبيرة جدا عند ناس مع إن المساحة بتاعت الألوهية مساحة مطلقة يعني مساحة الألوهية دي مساحة مطلقة طيب المساحة بتاعت الألوهية المطلقة أنت نصبك منها قد إيه لو نصبك منها شوية قد كده اللي يبدأ بها اسمها الربوبية وفيه واحد تاني نصبه منها قد كده يعني بيستفيد بالربوبية قد كده وفيه قد كده وفيه قد كده إيه اللي بيحدد مستوى الربوبية وتعاملك مع الله كرب مستوى علمك وإيمانك به كرحمن ولذلك اسم الرحمن لم يرد إلا معرفا بألف ولام الرحمن يعني الرحيم ورد بدون ألف ولام رحيم عزيز غفور رحيم لكن الرحمن دايما معرف بألف ولام لأن ده الاسم الوحيد اللي بيحول الألوهية إلى ربوبية اللي هو اسم الرحمن طيب ربنا برضو بيقول وذكر اسم ربه فصل ربنا بيقول في سورة الكوثر فصل لربك وانحر هتلاقي كل شوية جميع الاتصالات والتواصلات والتفاعلات والتعاملات والأدعية وجميع الأعمال اللي بتطلع منك أيها الإنسان تجاهل لها عز وجل واللي انت بتبقى عايز تفاعل منه تجاهك بيبقى عبارة عن دائرة ضخمة اسمها الربوبية طيب قد جاءكم بصائر من مين؟ من ربكم يعني لما ربنا يوريك مين اللي وراك؟ الله سبحانه وتعالى بمستوى الألوهية المطلق هو اللي وراك؟ ولا الرب؟ طبعا الرب هو الله عز وجل ولكن تفاعله معاك اللي هو الربوبية هو ده اللي وراك قد جاءكم بصائر من ربكم طيب أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة برضو ربنا بيقول قل تعالى وقتلوا ما حرم ربكم يعني التحريم الحلال والحرام مين اللي عملهم؟ ربنا الربوبية ده تفاعل الله سبحانه وتعالى معنا الربوبية طيب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة يبقى المغفرة والرحمة والتخفيف والصلاة والنعمة كل ده من الرب سبحانه وتعالى ادعوا ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب يعني التفاعل حتى لو تفاعل بالعقاب والعذاب زي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ده ببقى عبارة عن ربكم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب طيب لما تستغفر وأن استغفروا ربكم فإن ربكم لرؤوف رحيم ينشر لكم ربكم من رحمته إن الله ربي وربكم فاعبدوه أبلغكم رسالات ربي إن ربي قريب مجيب ولكن في شرط عشان توصل للربوبية قلنا من شوية اللي هو إيه؟ الرحمن لما ربنا بيقول وإن ربكم الرحمن مش وإن ربكم الله طبعا وإن ربكم الله وإن ربكم الرحمن بس الآيات بتقول لك وإن ربكم الرحمن لإن الربوبية قريبة جدا من الرحمن ربنا بيقول وربنا الرحمن شوف ارتباط كلمة الرب بالرحمن فلن تستفيد بالألوهية عن طريق الربوبية إلا لما تعدي على الرحمن عز وجل طيب ليه بقى كل الكلام ده؟ يعني أنا الوقتي قاعد بلف ودور حوالين معلومة واحدة اللي هي أن تؤمن من جديد بالرحمن عز وجل يعني أنت عارف؟ أنت الوقتي مش بتجدد إيمانك لا أنت بتعيد إيمانك من الأول أنت بتبدأ إيمانك من الصفر أنت من قرارة نفسك عارف أنك مخلوق ضعيف يحتاج عايز يأكل يشرب ينام يرتاح وأن هناك أحد لا بينام ولا بيتعب ولا بيحتاج يأكل ولا بيهيمن على كل شيء أنت مؤمن في أعماقك بالله عز وجل بالله لكن مستوى إيمانك بالله تم الغرب عارفين ربنا الجد جد معروف في كل مكان وزمان محدش يقدر ينكر وجود الجد أو الإله لكن كلهم أو غالبيتهم منكرين بإيه؟ بالرحمن لأن هنا بقى مربط الفرس اللي يودك جنة أو نار الرحمن ده طبعاً هيخليك الوقت تعيد قراءة سورة الرحمن وتعيد النظر في جميع الآيات اللي ورد فائس من الرحمن لأنه هو ده نجاتك الوقت هو ده اللي هيحول لك مفهوم الألوهية إلى مفهوم الربوبية طيب ده كده أول معلومة لازم نعرفها عن مين؟ عن ربنا سبحانه وتعالى ده كل ده معلومة؟ آه ولكن ما أكبرها وأعظمها من معلومة اللي هي معلومة إيه؟ الله الرحمن الرب تقدر تقولها بطريقة تانية الله الرحمن الرب الرب بقى هي المساحة القريبة لك اللي تقدر تاخد وتدي فيها أكبر منها الرحمن أكبر منها الله عز وجل ده كده المعلومة المحورية المركزية اللي أعد تفصل فيها في كتاب أعظم مئة كلمة وأعد تفصل فيها في في كتاب القانون الأعظم في عشرات ومئات الصفحة طيب ننتقل بقى إلى أمر تاني عن الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن له يدان دون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ربنا بيقول إيه؟ بل يداه مبسوطتان يعني هم إيه؟ اتنين دون أن نشبههم ونمثلهم بأيدينا كمخلوقات إحنا في عالم المخلوقات عندنا يدين يمنى ويسرى يعني اليمين والشمال ودايما في واحدة فيهم بتعطي والتانية بتاخد في واحدة فيهم قوية والتانية ضعيفة واحدة بتبدأ والتانية إيه؟ بتساعد فلا يوجد لدى الإنسان أو المخلوق يديني بنفس القوة والكفاءة على العمل واحدة أقوى من التانية ده بالنسبة لنا كمخلوقات النبي في أحد الأحاديث الأحاديث عليه الصلاة والسلام بيقول أن لله يدين وكلتا هما يمين يعني أنت عندك إيه؟ يمين واحد بس دي ودي شمال فدي ضعيفة فدي بيطلع منها طاقة أقوى ودي بتسحب الطاقة يعني دي يمين ودي شمال شمالة يعني بتستقبل دي اليمين دي اللي بتعطي النبي بيقول أن لله سبحانه وتعالى يدين وكلتا هما يمين كلتا هما في منتهى القوة والعطاء كلتا هما في منتهى السلطة ولذلك ربنا قال عنهم إيه؟ بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان ينفق كيف يشاه يداه مبسوطتان طيب إذن دون أن نشبه ونمثل ونعطل أقر الوحي وأقرت الأحاديث وأقرت الآيات أن لله إيه؟ طيب بالمنطق بقى كده كل إيد فيهم بتعمل عكس التانية لما تسمع مثلا ربنا بيقول إيه؟ والله يقبض ويبسط يقبض ويبسط فعلينا عكس بعض يبقى الله سبحانه وتعالى يقبض بيد ويبسط بالأخرى والتنين يمين ربنا مثلا بيقول من أفعال الله يرفع ويخفض يبقى يرفع بيد ويخفض بيد ربنا سبحانه وتعالى برضو يقبض ويبسط يرحم ويعذب ربنا خلق الجنة وخلق النار خلق الجنة وخلق النار والتنين في منتهى الإبداع والإتقان وعمق ودقة الخلق والإتقان في الصناعة إن ربنا يصنع الأشياء سواء جنة أو نار الاتنين في منتهى العمق يعني بل يداه مبسوطة يبقى ده معناها ودايما إحنا متعودين ربنا سبحانه وتعالى عملنا الليل والنهار ربنا بيقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ربنا خلق الخير والشر تحس إن دايما كل حاجة في منها زوجين ليه في منها زوجين؟ ربنا خلق الذكر والأنثى ربنا خلق الملايكة والشياطين ربنا خلق السماوات والأرض ربنا خلق الليل والنهار ربنا سبحانه وتعالى بيقبض وبيبسط ربنا بيرحم وبيعذب ليه فيه اتنين دايما عكس بعض لأن ربنا سبحانه وتعالى له يدان مبسوطتان حلو كده؟ طيب الفكرة بقى الوقت إن يداي الله عز وجل بيرد ليه مصطلح في القرآن اسمه بين يديه مصدقا لما بين يديه ولم ينل هذا المصطلح اللي وبين يديه يعني كثير من الاهتمام والتفسير رغم أهمية هذا المصطلح بين يديه في يد تقبض وفي يد تبسط وفي ايه؟ بين يديه حلو كده؟ لما ربنا هينزل الوحي والكتاب هذا الوحي والكتاب كل البيانات اللي فيه كل المعلومات اللي فيه مطبقة لإيه؟ لما بين يدي الله ما بين البسط والقط ما بين الرحمة والعذاب ما بين الليل والنهار ما بين كل فعل وعكسه خد بالك أن هناك فرق ما بين يدي الله لأن يدي الله عبارة عن أفعال الله وفي فرق بينهم وبين أسماء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلاً من أسماءه الواسع فربنا واسع ده من أسماءه الواسع لكن بيدي الله يقبض ويبسط طبعاً يبسط يعني بيوسع طب عكس الوسع إيه؟ يقبض يعني ربنا في الأفعال باليدين بيعمل الوسع وعكس الوسع بيوسع على ناس وبيديق على ناس يقبض ويبسط ده في اليدين ده في الأفعال ولكن الله سبحانه وتعالى نفسه واسع ربنا سبحانه وتعالى رحمن الأصل والأسماءه الحسنة أنه رحمن لكن بيديه يرحم وبيعمل عكس العذاب يرحم من يشاء ويعذب من يشاء ربنا من أسماءه أنه الهادي ده من أسماء الله الأصل أنه الهادي لكن بيديه بيهدي وبيضل يهدي من يشاء ويضل من يشاء يجب أن يعني نستوعب الفرق ما بين الأمرين دول ربنا سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض ربنا متم نوره فالأصل عند ربنا أنه نور السماوات والأرض لكن بيديه جعل الظلمات والنور يبقى يجب عليك أنك تفرق ما بين ربنا وأفعال ربنا ربنا سبحانه وتعالى واسع نور السماوات والأرض حق عليم حكيم هادي دي أسماء الله ولذلك أنت لما بتسبح بحمد الله بتقدس بتنزه أنت هنا بتاخد كل الأسماء الحسنة والصفات العلية لله عز وجل لا يوجد فيها أي شيء سلبي لا يوجد فيها أي حاجة يعني كلها متح وثناء لله عز وجل الأسماء لكن لما تيجي بقى الأفعال الله مفيش هنا سلبي وإيجابي ولكن الحاجة وعكسها العسر واليسر الليل والنهار الظلمات والنور لأن الاتنين في الآخر مربوطين بين يدي الله يعني الحاجة وعكسها الاتنين في بين بين يدي الله يدي الله بين يدي الله البينية دي البينية دي أنك بتستفيد بالظلمات وبالنور بتستفيد بالباطل وبالحق بتستفيد بالشياطين والملاكة بتستفيد بالسماء والأرض يعني لا أنت مع الشياطين ولا أنت مع الملك أنت في الوسط أنت ما بين يدي الله الشياطين بالنسبة لك عبارة عن مؤشر والملائكة بالنسبة لك عبارة عن إلهام من الله عز وجل بيوصلك فأنت في النص بين يديه ولذلك القرآن نزل من ما بين يدي الله ودي معلومة يعني مطابق القرآن اللي بين إيدينا ده حتى هم يقول بين إيدينا مطابق ومصادق لما بين يدي الله عز وجل يبقى إذن المعلومة الأولى أدنى الله هو الرحمن هو الرب دي مسألة دي صلب العقيدة ولا توجد عقيدة سليمة جو قلبك دون الخط ذا الخط التاني أو الأمر التاني أو الفقرة التانية أن هناك يدين لله واللي اتنين يمين واللي اتنين مبسوطتان واللي اتنين بيعملوا الحاجة وعكسها عشان للمخلوقات ومن هنا بقى ليه ربنا خلق من كل شيء زوجين مش معنى زوجين ليه لأن يداه مبسوطتان طيب المدهج بقى أن اليدين معنى إيه معنى الميزان معنى كفة يمين وكفة شمال أنت بتمشي في الحياة بتراعي دي ودي بتراعي اليسر والعسر بتراعي الهدى والضلال بتراعي الحق بتراعي الشيء وعكسه يعني أنت بتعمل إيه الوقتي؟ الميزان من المسؤول؟ ما الاسم من أسماء الله المسؤول عن من اللي ماسك الميزان؟ الرحمن رجعنا أتاني للرحمن عارف صورة الرحمن؟ اعرى كده الرحمن علم القرآن خلق والقرآن جي من عند الرحمن أو الرحمن علم القرآن القرآن جي من عند الرحمن خلق الإنسان علمه البيان جاي من عند الرحمن كمل في الآيات يعني من الذي وضع الميزان الرحمن فالرحمن هو اللي مسك لك الروابط هو اللي مسك لك الأشياء المتنقضة أنك توازن ما بين شبابك وهرمك قوتك وضعفك عزتك وذلك عارف لما أنت بتراعي قدرتك وضعفك في نفس الوقت ما بتستعملش قوتك مية في المية ولا تبقى ضعيف مية أنت بتوازن ما بين النقدين ده اسم ده الميزان يعني ده مراعاة لإسم الله الرحمن عز وجل طيب بعد الأمرين اللي شرحتهم دول هرجع بقى فلاش باك تاني الورا يعني أنا الوقت كلمتك عن حرف الهاء مدى يعني مدى عمق هذا الحرف وبعد كده كلمتك عن الله الرحمن الرب وفي تفاصيل كتير جدا جدا في التلات كلمات دي بالمناسبة احنا ما نقدرش نفهم أي حاجة دون الكلمات يعني فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يعني دي كلمات الله عارف السيدة مريم وصدقت بكلمات ربه دي كلمات دي هي دي كل حاجة الكلمات دي في نفس الوقت الذي يؤمن بالله وكلماته من صفات النبي عليه الصلاة والسلام الذي يؤمن بالله وكلماته الكلمات دي انتعرفت ما بين تلك الكلمات الله الرحمن الرب الميزان العرش الحاجات دي ما بين تلك الكلمات بيخرج بتخرج أنهار وشلالات الهداية والنور لو الكلمات دي مش موجود لها مكان في مخك ومكان في قلبك يبقى تعرف على طول ان ما فيش مكان لربنا جواك لو لم تستوعب تلك الكلمات يا جماعة الإمام بربنا سبحانه وتعالى مرتبط ارتباط وثيق بالصوت ده حاجة ما ما قالهاش لنا الشيوخ والعلماء والأصوات الكلمات الألفاظ الأسماء فيه أسماء فيه تسميات معينة لو التسميات دي مش موجودة في المخ المعاني بتاعتها بتبقى يعني كمنة أول ما الكلمة يعني زي ما انت الوقت عرفت النهاردة كلمة الرحمن إن أي حاجة في الدنيا مرتبطة بأي حاجة أي حاجة مرتبطة بأي حاجة ليه؟ لأن كل ده تحت نطاق اسم الرحمن إن ربنا جعل جميع الأشياء مرتبطة بجميع الأشياء ما فيش حاجة إلا مرتبطة بالشبكة اللي ربطة كل شيء بشيء دي لما بتعرفها بتشتغل حتة في المخ عندك وفي القلب عندك وبيتفجر نوع جديد من الإيمان جواك طيب إذن لا يوجد كمال ولا يوجد نمو وتطور لإيمانك ما لم تؤمن بكلمات ربك ده من صفات مريم التي صدقت بك واخد بالك في فرق كبير ما بين فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة وبين الذي يؤمن بالله وكلماته صدقت بكلمات في فرق بين صدق بالحسنة وصدق بالكلمات من فهم أكبر من فهم أعظم صدق بكلمات ربها لأن الحسنة واحدة منهم صدقت بكلمات ربها من ضن الكلمات دي الحسنة والإحسان يعني من أكبر ولذلك يجب عليك أن تتعلم تلك الكلمات سيدنا آدم وأبونا آدم لما عصى ربه ربنا بيقول إيه اتحلت مشكلة آدم إزاي ببعض الكلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه كلمات نزلت إن ربنا غفور فاستغفر دي كلمة لولا الكلمة دي آدم كان هيفضل طول العمر في الشقاء من بعد معصية الخروج من الجنة فتلقى آدم من ربه كلمات فأنت الوقت بتتعلم كلمات ما بين يديه يديه يداه مبسوطتان الميزان العرش الرحمن طيب قلت لك هنرجع فلاش باك لورا ونتكلم بقى عن ربنا سبحانه وتعالى من زاوية أخر لا يمكن أن تفهم الله سبحانه وتعالى أو أن تفهم عنه إلا بالنفي شوف يعني إيه دي كده معلومة متقفلة كلمة اللي أنا قلتلك دي معلومة إيه متقفلة ومتعلبة كده لن تفهم عن الله شيء إلا بالنفي تعالى اسمع كده أول نفي لا إله إلا الله أدي أول معلومة عن ربنا تاني معلومة وحده لا شريك له لا شريك له أدي ثاني واحدة تلاتة ليس كمثله شيء أدي ثلاتة أربعة لم يتخذ صاحبة ولا ولدة خمسة لم يلد ولم يولد ستة لا تدركه الأبصار عندك إيه ستة كده الستة دول لازم يتسطبوا إحنا كنا تكلمنا من شواء عن الله الرحمن الرب الستة دول هيتسطبوا فين تحت بند الله أنت بتعمر قلبك وإيمانك بالألوهية بعدين الرحمانية بعدين الربوبية في الألوهية بقى عندك ستة معلومات مهمة جدا يجب أنهم يدخلوا في السيستم بتاعك لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كمثله شيء لم يتخذ صاحبة ولا ولدة ولا ولدة لم يلد ولم يولد لا تدركه الأبصار ستة ستة معلومات لو مش موجودين ومتسطبين يبقى مفهوم الألوهية عندك مش شغال نجي الأعظم وأكبر واحدة فيهم لا إله إلا الله دي أول كتاب كتبته في الدين أول كتاب كتبته ومن بعد ما دخلت في تدبر القرآن ومن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى فتح لهذا الطريق أول كتاب كان اسمه القانون الأعظم يعني معنا وتفسير لا إله إلا الله دي أول معلومة ودي رمز الدخول لله لعبادة الله وللإسلام وللدين لا إله إلا الله طب معناه إيه؟ ارجع بقى تاني لما قلته لك عن حرف اله لا إله يعني ما حدش مفيش حد بيتم التحرك إليه وبتتحرك إليه الأشياء كأنها بتنجذب كده غصبا عنها إليه إلا الله لا إله إلا ها إلا هذه الحاجة بتتحرك إلا ها لا إله إلا الله دي أول معلومة يعني الملائكة نفسها الحاجات بتعدي من جنبها الحاجات ما بتعديش تنجذب إلى الملائكة شخصيا لا الأمور كلها بتعدي جنب الملائكة وبتنجذب إلى قوة قاهرة وهي الله عز وجل فالأمور بتعدي من جنبها فلا إله ما فيش حد الحاجات بتتحرك له كده غير ربنا فدي أول معلومة لا إله إلا الله ولو أنت عايز تعزز تلك المعلومة وتلك الكلمة دي كلمة التقوى على فكرة لا إله إلا الله لو عايز تعززها وتتعمق في معانيها أنا عملت كتاب اسمه قانون الأعظم لا إله إلا الله بعيد تجديده ليكم وتقديمه ليكم لأن دي مسألة ما فيهاش يظهر دي أول جملة تاني جملة وحدها الوحيد الواحد الأحد ما فيش حد وحيد وواحد وأحد إلا الله حتى الملايكة بتلاقي كل ملك شغال معه ملك تاني أو شغال مع مجموعة من الملايكة الملايكة نفسها لا تنفرد بالشغل بتلاقي الملاك الملكان عن يمين والشمال بقى اتنين مع بعض الملاك شغال مع مجموعة البشر الإنسان ذكر محتاج أنثة لا فيش حد واحد وأحد إلا الله عز وجل هو الوحيد الواحد الأحد لا شريكة لا وبالتالي عندنا هنا بقى لا فيش ركاء له وبالتالي مالوش صاحبة ولا ولد وده بقى يعلمك أنك تتعامل معاك هو أنت ليه بتعرف الكلام ده أنت ليه لازم تعرف معلومات عن ربنا أنه واحد أحد ما عندوش شركاء ليه لازم تعرف الكلام ده عشان لما تتعامل معاه تتعامل معاه زي ما هو مش تتعامل معاه زي ما انت يعني إحنا من طبيعتنا أنك ما تحتاج زوجة عندك أولاد ما تحتاج حد شركك يساعدك تساعده دي طبيعتك كمخلوق فربنا ينزل لك الوحي والرسل والكتب عشان يعرفك أن طبيعتك دي خاصة بك أنت هو غيرها فلازم تعرف هو إيه عشان تتعامل معاه زي ما هو مش زي ما أنت فلما يقول لك وحدة يبقى تحترم هذا الأمر أنت مش لوحدك أنت محتاج امرأة وعيال وذرية وناس وأمان من الناس أنت كده هو مش كده ولذلك لا يمكن أن تفهم الله إلا بالنفي كلها معلومات نفي لا إله إلا الله لا شركة لا ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار لم يلد ولم يولد لم يتخذ صاحبك إيه كل النفي ده لأنه هو بيعرف لك نفسه سبحانه وتعالى عن طريق نفي كل ما لديك كل اللي أنت تعرفه ده صاحبة ولد الأشياء بتتماثل شبه بعض الأشياء شبه بعض الأشياء يمكن أن تدركها وتلمسها وتحسها هو بقى لا كل ده غير كل ده مختلف عن كل ده فبتعرفه سبحانه وتعالى بالنفي لا إله إلا الله لا شركة لا ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار لم يلد ولم يولد لم يتخذ صاحبة ولا ولده شفت إزاي لم يكن كمان لم يكن له كفوا أحد طيب يبدأتنا جملة لا شركة لا ثلاثة ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء خلاص سبحانه وتعالى يعني أي شيء هيدخل في إطار الأشياء الخيال بتاعك عالم الأشياء اللي قدامك ليس كمثله شيء حتى الملائكة في عالم الأشياء في عالم المشيئة ليس كمثله شيء لازم تدركه كده لازم يعني تفهمه كده ليس كمثله شيء هو غير كل ده ما فيش حاجة من كل ده تشبهه دي المعلومة التالتة المعلومة الرابعة والخمسة مرتبطين ببعض لم يتخذ صاحبة ولا ولد والمعلومة اللي بعدها رقم خمسة لم يلد ولا ميولد مهمين جداً اللي اتنين دول ربنا بيقول لم يتخذ صاحبة طبعاً فروا المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة هنا في الدنيا اسمها زوجة وفي الجنة اسمها زوجة بس في أرض المحشر مش اسمها زوجة اسمها صاحبة يعني ايه حاجة خفيفة كده انت تعرفها وتعرفك صاحبها وصاحبتك بس لسه عمكة الزوجية ده كلمة زوجة أعمق فربنا بيقول ايه لم يتخذ صاحبة يعني حتى كلمة صاحبة على مدى خفتها لم يتخذها ولا ولد وتيجي بقى المعلومة الخمسة لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد لم يلد الأشياء بتخرج من بعض عن طريق الولادة كل شيء بيخرج منه شيء فيفنى هذا الشيء الأول زي ما بيقولك المدى لا تفنى ولا تستحدث من عدم يعني المولود بييجي من والد طب الوالد بييجي من والد وهكذا إلى أن تصل إلى آدم اللي هو الوالد جامن تراب كل شيء بييجي من شيء ربنا بيقول لم يلد ولم يولد لازم تفهم كده لم يلد ولم يولد فلا في حاجة منه ولا هو من حاجة هو بره كل ده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا في أي حاجة شبهه ولا كفء بيه ولا ندله وتيجي بقى سادس وحدة تحللك المسائل دي كلها اللي هي إيه لا تدركه الأبصار الناس على فكرة مفكرة لا تدركه الأبصار يعني إيه العيون لا الأبصار اللي استبصره البصيرة يعني عارف الخيال خيالك خيال الإنسان ده اسمه البصر البصيرة غير العين غير النظر هو ما قالش تعينه تحسه لا تدركه الأبصار أنت تعرفه أنت بتذكره أنت بتعبده وبتدعيه وبترتبط به وبتصليله بس لا تدركه الأبصار بصرك لا يدركه أنت مستوعب إحنا بنتكلم عن مين هو واحد بس اللي عنده كل ده يعني هو واحد فقط اللي عنده كل اللي إحنا بنحكي فيه ده لا إله إلا هو واحدة لا شركة لا لم يلد ولم يولد لم يتخذ صاحبة ولا ولدة ليس كمثلي شيء لا تدركه الأبصار واحد بس تعرف يعني إيه أنت مش على اتصال يومي دي ومتصل بحاجات اللي لها أمثال وأشباه وأنداد وبتلد وبتولد وبيطلع منها وبتجي من حاجات وبتطلع منها حاجات ولها أزواج ولها أولاد ولها استنساخات أنت مشهول بكل الأشياء اللي بتعوض بعضها لبعض اللي مليان نقص وسايف الذي ليس كمثلي شيء الذي لم يكن له كفوا أحد سايف الإله سبحانه وتعالى ولذلك وما قدر الله حق قدره يعني فعلا وما قدر الله حق قدره الناس المس مقدره ui من ربنا أكثر من ر الناس المال الناس مقدره السلطة الناس مقدره المصالح الناس مقدره العلاقات القوة العسكرية لناش الاشاجات المخلوء الفاني ومش مقدرة سبحانه وتعالى تعالى الله عما يصفون سبحانه وتعالى عما يشركون ربيها بيقول إيه وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا كَبِّرْهُ تَكْبِيرًا يعني مش كبره بس تكبيرا لأن الله سبحانه وتعالى الكبير المتكبر العلي الأعلى الأعلى تخيل الزمان والمكان تخيل الخلق تخيل كل الملك ربنا بقول إيه تبارك الذي بيده بيده الملك الملك بكل المخلوقات اللي فيه بيده بيده الملك ربنا بقول وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ أو ده لما إحنا قلنا لله يدان وَكِلْتَ هُمَ يَمِينَ أو في القرآن ورد أنَّ لِلَّهِ يَمِينَ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ السَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ إيه تبارك الذي بيده الملك بيده؟ الملك ده كله اللي إحنا بنتخنق عليه وبنسرق بيده؟ بيد سبحان الله سبحان من له العزة وله الملك وله الكبرياء في السماوات والأرض سبحان الله الذي لم يقدره البشر حق قدره سبحان الله عما يصفون سبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أشوفكم على خير في حلقة جاية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزدن إيماناً ويقيناً وتصديقاً بكلماته وينجينا من عذابه ويغمرنا برحمته أن نكون من عباده الذين اصطفى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر